السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مره ومن مطبخ مره. نبدأ نعمل مع بعض الترطية الحلوة ديت. ترطية ايد سيزون. احنا عملناها قبل كده مع بعض. تقريبا نفس الشكل دوت. بس يعني تغيرات بسيطة فيها. طبعا دي من اكتر الترط اللي تطلب. هي وكم واحدة كده. بس دول اكتر حاجة بتطلب مني الترطية ديت لان بتبقى حلوة جدا للاطفال والكبار كمين. كل الناس بتعجبها الشغل المختلف اللي فيها. بصوا شكلها تحفز زي وكمان بكزة طعم. فعشان كده ايه الناس بتحبها جدا. يعني كل واحد ياخد المسلس بالشكل او الحاجة اللي هو حبيبها. مش بتبقى الترطية كلها نفس الشكل. فعشان كده تقريبا كل الناس بتحبها ودي اكتر الترطة اللي بتطلب. بصوا شكلها تحفز زي وطريقتها سهلة وبسيطة جدا وتزيينها خفيف كده ولذيز وكل الاطفال بتحبه. والكبار كمين. تعالوا نشوف الترطية الحلوة دي اتزيينها مع بعض ازي وإيه طريقتها يلا بينا. اول حاجة انا خبست الكيك زي ما انتم شايفين كده بصوا قبل ما اقطعه بقى عايز اوريلكم ارتفاع الكيك قد ايه جميل. بصوا ارتفاعه عالي جدا ازاي? تحفة جدا. احنا عملنا الترطية دي قبل كده مع بعض بدي السبونش الجاهز. المرة دي ده ده بيتي. ده كيك بيتي يعني مش مش زبونش جاهز ولا حاجة. بصوا اول حاجة شلت ورقة الزبدة وهبتدي قطع الترطية. هقسمها الاربع طبقات زي ما انتم شايفين كده. سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. الكيك طري جدا وبسيط وحلوة قوي. آآ بصوا اول حاجة احط كده طبقة من الكريمة في ارضية الااا الاعدة بتاعتي علشان اثبت عليها الجزء الاولين من الكيك. التليفون كان ما بيصورش وانا معرفش. اول حاجة سقيت الكيك كده بالجناش. جناش شوكولاتة مخففية. حابة لبن او حابة مية زي ما تحب. ممكن نوتيلا. ممكن نسكويك اي حاجة وتسقي بيها الكيك. وبعد كده حطيت طبقة حلوة كده من الكريم ده كريم شانتي عادي ومزودة علي معلقتين كبار جناش شوكولاتة وضربهم كويس مع بعض عشان يديني الكريم شانتي شوكولاتة. وهبتدي احشي طبقات الكيك زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة حطي الطبقة كويسة كده من الكريمة واحط طبقة الكيك التانية وهسقيها بس هشي الحتة اللي في النص دي عشان نوش الكيك يعني وهسقيها كويس جدا بالجناش واللي احنا مخفيفينه بلبن زي ما قلت لكم. واحط طبقة كويسة جدا من الكريمة. واحط الطبقة اللي بعدها وهكزا. هفتيجي كده في كل الطبقات اسقي بالجناش اللي مخفيفينه. واحط طبقة من الكريمة واحط لغاية الطبقة الاخيرة. الطبقة الاخيرة ما بنسقيهاش حاجة. بنجلسة على طلبوس الطبقة الاخيرة ديت لونها فاتحا بقيت الكيك لاني مش بتاعة الكيكاية. انا طلعت اشوف حاجة برة. اه دخلت رقيت عبدالرحمين. صحب الكيكاية الجزء الطبقة بتاعة الكيك اللي هي الرابعة. وكان تقريبا كان يعني بهديلها كده من النص واكل جزء منها كبير. فاضطريت حتى لو انتم واخدين البالكم من حواف الكيك. هتلاقوه متقطع كده هنا الكيكاية اللي هي الفتحة دي هتلاقوها متقطعة لان انا كنت بعمل جاتو برضو. فاخدت يعني صوق كده من الجاتو وقصيته على قد الطرطوية عشان احطه ولونه فاتح شوية بس مش مهمة وكده كده شوكولاتة. فالحمد لله يعني ان احنا كان عندنا بديل على طول فاخدت الدسك من بتوع الجاتو قصيت منه اه طبقة علشان اكمل الطبقة الرابعة بدل عبد الرحمن. طبعا عبد الرحمن لسه بيشوفني الاول مرة. ده ابني الصغير عنده سنتين ونوص. بس هو يعني الحمد لله يعني طال وجاب الديسك وبهدله يعني هو كان منه جزء بس بهدله وبينفعش خلاص حطه في الطرطوية. فالحمد لله اللي كان فيه بديل وانا حطيته بديله. آآ والحمد لله يعني عدت. يعني آآ بدل كده كده كملت الطرطوية مش فرقة معية بقى مش مهمة. او بالحنة والشفة عليه. برضو وعيد الام اللي فات على فكرة برضو كان لي طرطوية بوازها لي كده. في يعني عبد الرحمن ده موقف وطرائف. معين الرخامة عالية عليه بس برضو. آآ زي ما انتم شايفين كده جلست الطرطوية كده ساوتها من الجناب من الكريمة اللي طالعة منها. وخدت آآ جزء كبير كده من الكريمة فوق. وجلست بين ناحية اللي يعني الجزء السطح اللي فوق من غير عما نسقي آآ اي جنيش ولا اي حاجة. اخر جزء ما بنسقيوش حاجة. وهفضل كده اجيب من الكريمة واجلس بيها الطرطوية كلها لغاية لما كل الكيك يداري احط يعني طبقة كبيرة من الكريمة. زي ما انتم شايفين كده بعد ما حطيت طبقة كبيرة من الكريمة علشان اعرف سويها جبت الاسكريبر بتاعي بقى وهبتجي ساوي الجناب زي ما انتم شايفين كده. بنبدأ الاول بالجناب. بصوا المطباط اللي في الجناب ديت اللي هتحسوا ان الحتة تساوت والحتة التانية فيها مطباط كتير كده. المطباط ديت طبعا يعني لسه عايزة جزء دوة يتمالى كريمة عشان يمشي مع بقية الترطوية. فانا حط عليه كريمة طبعا هجيب الاسباتيولة كده واحط عليه كريمة علشان آآ يتساوا ما بقيت الترطوية وهرجع اجلسها تاني. بصوا زي ما انتم شايفين كده. اهي. كل جزء كده في المطباط او زي الحتة يعني فضية اهي. هحط لها كريمة علشان ارجع اجلسها تاني. اهي. بصوا منتها السهولة. سهلة. خالص خالص. اهي. وهرجع بقى اجلسها تاني بنفس الطريقة اللي انتم شفتوا اي حتة نفياش كريمة. برضو هجلس ولو لقيت في حتة كده تاني هرجع اسويها زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده هبتيجي ايه اي حتة لاي في مطبطة هحط لها كريمة ورجع سويها بالسكريبر. كل لما لاقي زي ما انتم شايفين هحط لها برضو كريمة. هساوي السطح من فوق بصوا السطح بياخد من بره على جوه. بياخد من بره على جوه ما بيجيش لاخر الترطية. من بره على جوه قبل اخر الترطية بقف. من بره على جوه. لغاية لما ايه اخلصه كله. طبعا احنا مش محتاجين ان السطح يكون تمام متسابي قوي ولا حتى الجنيب. لان كل ده يتدارى بالشغال اللي هنعمله عليها. بس برضو لازم تكون شكلها الى حد المهم متسابي. بصوا المطبط ديت اللي في الترطية لسا هرجع سويها تاني شايفين في الجنيب وكده. لسا هرجع سويها بنفس الطريقة اللي انا وردتها لكم. طبعا ما تيقسيش كده وتتعبي من اول حاجة. لأ افضل اشتغلي فيها وهتعرف تعمليها. بصوا بعد ما ساوتها كويس جدا بصوا بقى الشكل اختلف ازاي. جبت منديل. وهمسح بقى القعدة بتاعة تكون لها من زيادات الكريمة اللي عملت عليها واحنا بنجلس. عندي ورق زبدة. انا قصوا بالزبط على قد الارتفاع. يعني اعلى من ارتفاع الترطية شوية وانا عايزة اعلى منها شوية صغيرين. يعني آآ صنتي كده اعلى منها. وآآ جبت شوكولوتة مسيحيها على حمام مية بمعلاقة زيت. وهحطيتها في كورني كده فتحت فتحة صغيرة خلص وهبتدي اعمل اشكال كده زجزاج بالواربكية يعني معاوغة زي ما بيقولوا كده. مرة من النحية دي ومرة من النحية دي. علشان تعمل لنا زي شبابيك كده. زي ما انتم شايفينها كده. وهبتيجي بها اصيبها اي دوبك تجف لكن ما تنشافش. عشان لو ناشفت وجينا نشيلها هتتكسر. حرقتها بس كده. بعتها شوية عن مكان اللي احنا كنا عملنا فيها. عشان لما اجي شيلها ملاقاش لزقه في الرخيمة. وهجيب الترطية بتاعتي. وهمسك الورقة كده من النحيتين. طبعا ممكن تعمليه على ورقة زي ما انت حابة. هسبت الورقة بصو على الارضية بتاعة الاعدة. وهروح جاية لزقها كده بصو. اهي. ومنتاز ولا لسه الشوكولاتة طرية. او ما بتلزقش في ايديا بصو طرية. لان لو ناشفت خلص كده ما تيجي تشيليها تتكسر معيك. مش هتديكي الشكل المدور اللي احنا هزينه. لأ هتلاقيها تكسرت. بصو. بضغط عليها بايديا بروح عشان تثبت بس. وهسيبها كمان مش هشيلها دلوقتي عشان هي لسه لينة. هسيبها عبا لما اعمل الجزء التاني زي ما عملت الجزء ده بكده بالزبط. وبعد كده بأخلحها. انا تشيلي ورقة الزبدة بحرص. يعني ما لقيكيش شدتيها مرة واحدة. ما ممكن حتة تكون شبكة بس. فتياخد كل اللي احنا عملناه وتكسره. وطبعا ساعتها الشوكولاتة دي مش هينفع تتسيح لان اتحطت خلاص ولمسة الكريمة فهتخرز ومش هتنفع. بصو. تشيليها اوه على طول بس بحرص. لان ممكن حتة صغيرة تاخد كل الورقة. تاخد كل الشوكولاتة وتطلع في الورقة. بصو. هنعمل بقى عملنا الجزء التاني هنركبه عليها على طول. زي ما ركبنا الجزء ده بالزبط. برضو بحرصة زي ما شلنا الجزء التاني على طول. بصو. وفي حتة شبكة ايه بصو. صليك تاها بايدي ازاي? عشان كده بقول لكم ما تشدوش مرة واحدة. هنا عندي كورنيفة تحت فتحة يعني مش زي اللي عملنا بها الشوكولاتة لأ اكبر شوية. وهبتدي اعمل بيه خطوط كده اقسم الترطية بتاعتي لتمن اجزاء. اول حاجة هقسمها بالنص. وبعدين هقسمها اربعة تربع يعني اربع اجزاء كده. وبعدين كل جزء كل ربع هقسمه ايه? جزء تاني أياي عندي تمن اجزاء طبعا تقدروا يتعمليها اربع اجزاء بس تقدري تعمليها تمانية تقدري تعمليها زي ما انت عايزة. ما ترتبتيش خالص باللي انا عامليه. ما ترتبيش بشكل التأزين اللي انت عاملي ممكن ما تعمليش آآ شبابيك الشوكولاتة اللي احنا عملناها من برة دي زي اما تحب تشتغلي اشتغلي بس انا كان يعني شكل المطلوب مني هو كده فعشان كده عملته كده بصوا شكلها تحفظ زي عملته تمن اجزاء تمن مسلسات عبتجي بقى احط في كل مسلس كده شكل من الحاجات يعني حاجة كده للتزيين ادية وحدات بوريو هحط كده وحدات من بسكوت البوريو كده عمل كل مسلس بشكل زي ما انتم شايفين كده طريقة تزيين سهلة جدا مش محتاجة اي حاجة يعني من اسهل الترط اللي ممكن تزينوها في حياتكم يعني كل اللي بيحتاج تفكيري ان احنا نحط ايه في المسلسات ديت يعني بايزين كل مرة ما نحطش نفس الاشكال اللي حطناها المرة اللي قبلها مسلا كل ما تيجي الترطوية آآ تتطلب فبق بعايزة اجدد في شكل الحاجات اللي محتوطة فيها ومش كل مرة برضو بصورها بس المرة دي صورتها يعني لان عجبتني يعني آآ ان انا يعني لما عبد الرحمن بوز الكيك وكده يعني قلت لأ قلت ان آآ اوريلكم ان انتم ممكن عادي وانتم شغالين اي واحدة عاملة مشروع زي كده لازم يكون عندك دايما حلول فما توقفيش يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده حطت هنا وحدات من البسكوت الحلزوني وبعد كده احطوا وحدات من الكرس بالابيض زي ما انتم شايفين كده عاملة بيها كل المسلس ده زي ما انتم شايفين كده احطوا وحدات من الكرس بالابيض وهنا المسلس اللي في وشه كل مسلسين في وشه بعض بحطله من نفس الشكل اللي بحطه في التاني هنا حطت وحدات من الملتزر الازرق كده. وحطيت في النص ملتزر بني. وهنا هعمل لها كده روزتات بنفس الامع اللي عملنا بالخطوط اللي قسمنا بها المسلسات. كده زي كور صغيرة خالص من على الجنيب. علشان نقفل بس بها الارضية بتاعة الترطوية. وهنا هياخد كده جنيش من اللي احنا عملنا منه الشبابيك اللي على الجنيب بتاعة الترطوية. وهحط منه زجزاج كده على الكرزب الابيض يعني عشان يكسر اللون ويدي له شكل جميل كده. بصوا شكلها. بجد شكلها توحفة. بصوا الخطين البني دول اللي جانب الكرزب الازرق دول شوكولاتة. كنت انا حطيتهم علشان يعني عايز ارسم كده رسمة وبعدين لقيتها شكلها مش بحلو فاشلتهم. لا لقيتها شكلها مش حلو خالص فاشلتهم واعمل حاجة تاني. هنا دوت آآ جيلو فراولة. هحط مسلس كده جيلو فراولة والمسلس اللي في وشه هحط بديله جيلو منجة. يعني بحط كل اتنين في وش بعض تقريبا نفس الحاجة يعني بس ايه في الاختلاف في الالوان او الاطعمة. زي ما انت شايفين كده هفرد كل الجيلو. زي ما انتو شايفينه كده. قردت كل الجيلو كده بظهر المعلقة زي ما انتو شايفين كده منتع البساطة. هحط هنا جيلو المنجة برضو هفرده بظهر المعلقة زي ما انتو شايفينه كده. سهل وبسيط جدا. بعدين هجيب هنا عندي شوكولاتة بني هي جنيش وهحط عليها كده. وهنا عندي جنيش ابيض. عملت عليه زيجزاج الجيلو الفراولة. وهنا برضو على المالتيزر الازرق والاخضر عملت له مزيجزاج كده من الشوكولاتة البيضة عشان نكسر اللون. وحطت في المسلسان اللي فاضلين شيكا بون وكريزب. آآ غطوا ايه واحجار كده من الشوكولاتة. وهنا بقى هحط في النص كده في الحتة اللي في النص دي فلوتس. بسكوت الفلوتس كده. اوزعه في النص زي ما انتم شايفين كده يعني كأنه شكل وردة يعني. زي ما انتم شايفينه كده. زي ما انتم شايفين كده. وزعت بسكوت الفلوتس زي ما انتم شايفينه كده. طبعا تقدر تحطي في النص شوكولاتة. تقدر تحطي اي حاجة انت يحطوه. بس انا حبيت يعني ايه نوع كده من انواع التغيير. فحطيته كده زي ما انتم شايفينه. او زي ما انتم شايفينه كده بصور شكلها. هنا بقى هندي حروف كده عاملاها من الشوكولوطة يعني. صبوها في اوليب كده بتاعة الحروف من الشوكولوطة. وآآ حطيت عليها دهانتها كده بالشوكولوطة البيضة برضو لسيحة. وهلزقها على الترطية من برا. علشان عايزين نكتب على الترطية. بس 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 بسبتها بايدي كده سويني. هكتب عليها هابي بيرز دي والاسم العميل واللي هو عايزه يعني يكتبه. وخلاص كده كنت لزقتهم كلهم بنفس الطريقة اللي انتم شفتوها. وحطيت كده تلات قلوب كده من المالتزر آآ كشكل جميل يعني. وكان ده شكل الترطية النهائي. بصوا شكلها تحفظ زي وشكلها جميل جدا. او بجد عجبت العميل جدا جدا. ويا رب يكون طريقتي النهار ده سهلة وبسيطة. وكونوا الترطية عجبتكم وكونوا استفدتم منها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشيروا سبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.